اشتركوا في القناة فري يعني قرأت هكذا شيء معتيك فري أو شيء من هذا القبيل فدخلت وقنت بتحميل البرنامج وعند تشغيل البرنامج لم يطلب مني الايميل فقط اسم ومطبس يعني كود رقم سري واشتغل البرنامج شكل عادي وطبيعي فإذا به أسعق وأفاجأ بأن البرنامج ليس عادي وليس طبيعي البرنامج قوي جدا قوي جدا يعني به المخططات العادية وبه المخططات النقاط الفديلة وبه بعض الحلول الأخرى كل هذا مجانا والغريف الأمر أنه يضم أغلب الهواتف بل يضم حتى بعض المخططات التي يصعب الحصول عليها كمخططات هواوي كالشيومي غريب كل هذا مجانا أنا صراحة ستكون صاعقة وستكون ضربة قوية خصوصا لدونجلات الويكسين جي وازات اكس دابليو وبعد المدونجلات الأخرى ستكون ضربة قادية إذا كان هذا البرنامج بالفعل مجاني وليس تجريبي لأنه أحيانا يمكن أن يتم طرح البرنامج بشكل مجاني ولكن ربما بعد مدة وبعد أن يتعرف عنه التقنيين يصبح بالدفع أتمنى أن لا يحدث هذا لأن البرنامج أرهبني البرنامج قوي صراحة أعتبرها مفاجئة وحصريا ولا أبالغ أهديكم حتى أنا حصلت عليه بالمجان أهديه لكم أهديكم هذه المعلومة صراحة هنيئا لكل التقنيين الذين يعملون في الهاردوير صراحة نحن نحتاج هذا البرنامج خصوصا بالمجان والله رائع جدا جدا إذن نبدأ على بركة الله في التعرف عن هذا البرنامج وخيرا إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام نبدأ على بركة الله لاحظوا معي فهذا هو الموقع الرسمي للبرنامج هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج وأعتقد بأنه صيني يعني صيني بحكم هذه الحروف فهو أعتقد بأنه صيني وصراحة أن يمكنكم تحميله من هنا لا مشكلة في ذلك يعني يمكنكم الدخول إلى الموقع الرسمي أو تحميله من الميديا فاير سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو لا مشكلة في ذلك إذن بعد تتبيت البرنامج عفوا سيظهر بهذا الشكل لاحظوا مع بهذا الشكل وسيطلب منك التسجيل التسجيل وبسيط جدا مجرد اسم و باسورد مجرد اسم و باسورد وها أنت يعني تشتغل إذن صراحة أن هناك شيء سيل ببسيط وهو أنه يشتغل مباشرة مع السيرفر يشتغل مباشرة مع السيرفر يعني أنه لا بد من وجود أنترنت إذا لم تكن لديك أنترنت فلن يشتغل معك جيدا وأتمنى أتمنى صراحة أن لا لا يتم طلب التفعيل أنه يمكن فقط إذا لاحظوا معي فالقائمة تبدأ بالظهور وهنا يعني يعقوم بالتحديث فعند أي تشغيل لا بد من اتصال بالسيرفر وتحميل البيانات وتحميل قاعدة البيانات لاحظوا معي هنا هنا سكيماتيك يعني مخططات الخطوط وهنا مخططات النقاط البديلة وهنا بعض الصروحات وبعد بلوك ديجرام إلى آخره إذا لاحظوا معي لاحظوا معي إلى قوة هذا البرنامج إلى قوة هذا البرنامج فمثلاً يعطيك الكثير من الموديلات لاحظوا معي هنا وهنا أيضاً لاحظوا معي إذا هنا مثلاً هواتف مثلاً الميت عشرين برو يعني موديلات جديدة صراحة موديلات جديدة إذا لاحظوا معي مخطط الخطوط فلاحظوا معي يعني كل شيء كل شيء مجاناً هو يشبه لحد كبير دونجل ويكسينج وزات اكس دابليو ولكن هذا بالمجان لاحظوا معي لاحظوا معي يعني المخططات كلها هنا نذهب إلى موضيل آخر مثلا مثل P30 Pro وهي من الموضيلات الجديدة لاحظ إذن يقوم بالتحميل دائما من السيرفر يعني قاعدة بياناته يتم تحميلها من السيرفر المباشرة وليس من البرنامج البرنامج هو عبارة عن واجهة فقط تقوم بتتبيتها لاحظوا معي هنا لاحظوا معي إلى التحميل هو الآن يقوم بالتحميل يعني يجب أن يقوم بتحميل 15 ميجا فصل إلى 38 إذن لا بد من وجود انترنت سريعة إذن علينا ننتظر حتى يتم تحميل المخطط حتى يظهر لك على واجهة البرنامج لاحظوا معي هنا P30 Pro هنا 13 ميجا 14 ميجا قريب 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 جدا إذن صراحة هذا هو الجانب ها جيد إذن تم تحميل المخطط إذن نرى إذن نعم أعتقد أن هذا المخطط مثل سيرفيس مانيول يعني ليس سكيماتيك نعم إذن نرى مثلا P10 نعم يعني هناك مخططات يعني كاملة ومخططات غير كاملة ولكن على العموم جيد على العموم جيد نعم هذا المخطط به 2 ميجا يعني قليل سيظهر بسرعة ليس عكس الآخر لاحظوا معي هذا جيد يعني مخططات الهواتف الهواوي يعني صراحة لا بأس هل لاحظتم معي يعني يعتبر قوي الهونور 9X يعني صراحة هناك موضيلات جديدة جدا جدا إذن نرى مثلا قاعدات بيانات السامسونج والأزيز والأوبو نعم لاحظوا معي السامسونج ها سامسونج حرف G و A و T و M و N و C نعم صراحة رائع جدا جدا إذن لاحظوا معي يعني صراحة يدعم موضيلات كثيرة جدا جدا إذن لاحظوا هنا لاحظوا معي فأعتقد أن هذا S9 S9 والله أعلم لاحظوا معي إذن هذا الفهرس الفهرس لاحظوا معي يعني هذا النوع من المخطط يجب أن تعلم بأنه كنز من الكنوز والله هذا النوع من المخططات مخططات الخطوط نعم يعني يضم البرنامج الكثير من المخططات يعني لا نطيف الشرح فالأمور واضحة جدا جدا إذن ننتقل إلى مخططات النقاط البديلة وهذا ما يجعل البرنامج قوي وكاريتا ما يجعل البرنامج قوي وكاريتا وهي هذه الواجعة والله صراحة والله إذا لاحظوا معي فمثلا بي 30 إذن نقوم بتحميل قاعدة البيانات إذن لا بد من الانتصال بالسيرفر 1.87 ميگا لا مشكلة في ذلك نعم لاحظت معي رائع رائعون والله رائع والله صراحة أدهشني هذا البرنامج أدهشني إذا نقوم إذن لاحظوا معي النقاط البديلة هنا هنا فمسألة النقاط البديلة مسألة واضحة هذه النقاط التي في الرماد هي أرضي لا دعية للضغط عليها لا دعية للضغط عليها اللاحظت معي يعني صراحة رائع جدا جدا و coincidence صراحة البرضة هذه الواجهة السفلة وهذه الواجهة آآ الامية والخلفية إلى آخره يعني لاحظتم معي يعني لاحظوا معي إلى قوة المعلومات يعني سريع سريع بتحميل هذا البرنامج استفادة أوبو هل لاحظتم معي واه موضيلات كثيرة آيفون موضيلات كثيرة إذن نلاحظ الآيفون إكس لاحظوا معي جيدا هنا إذن هنيئا لكم أصحاب الهاردوير هنيئا لكم إذن ثلاثة ميغا نقوم بالتحميل الآن نعم لاحظوا معي نعم رائع والله رائع جدا جدا والله فهذا الاحساس إذا أنني اسعر به إلا أصحاب الهاردوير أصحاب الهاردوير نعم إذن ننتقل إلا آآ واجهة آآ 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 ايباد لا مشكلة شاومي شاومي يلاحظتم إلى الموضيلات الكثيرة واسامسونج خلاص سامسونج يعني بها موضيلات كثيرة جدا جدا صراحتا برنامج رائع جدا جدا وهنا يعني بعض الشروحات هنا بعض الفيديو higher لاحظوا معي وبعد الحلول. يعني كل شيء يتم قاعدة البيانات كما قلت لكم من السيرفر مباشرة. يتم الاتصال بالسيرفر مباشرة. يعني هناك بعض الفيديوهات مثلا هواوي بي عشرة نو واي فاي. يعني الواي فاي لا يشتغل. يعني يضعون لك بعض الفيديوهات والحلول هنا. لاحظوا معي يعني كل شيء هنا. من نسبة لي هنا فهو بعض المخططات على شكل سيرفيس مانوي. مثلا اعشرة اوه. مثلا اعشرة اوه يعني صراحة حتى هي يمكنوا الاعتماد عليها. فمثلا معرفة الداكرة والمعالج واي سيباور الرئيسي والتانوي. يعني لاحظوا معي قاعدات بيانات مهمة جدا جدا والله. اذا لاحظوا معي. وايضا هنا يمكننا الحصول حتى على مكان تواجد. يعني مثلا هذا المايك مثلا هذا العنطينة المادة. هذا الكوننكتور. يعني تايب سي. نعم. يعني اس عشرون سامسوق اس عشرون. نعم هذا موضي جديد. صراحة هذا موضي جديد جدا جدا. نعم لاحظوا معي. صراحة اعجبني هذا البرنامج. رائع جدا جدا. عفوني يتم تحميل البيانات. نعم فصراحة هذه الميزة. اه التي اراها. ولكن على العموية ليست سلبية. نعم. عفون. لاحظوا معي. يعني قاعدة بيانات ومعلومات مهمة جدا. وتشريح. لا بس بي. جيد. جيد. لاحظوا معي. هذه البوردة الصفلية. نعم. وايضا الكثير من المعلومات التي تساعدك في الصيانة اخي الكريم. اذا احبابي صراحة اتمنى تكونوا قد استفدتم من هذا البرنامج. البرنامج الرائع جدا جدا. وصراحة احببت انه ديه لكم واستمتعوا به واستفيدوا منه. واتمنى اتمنى ان لا يتم طالب طالب التفعيل في المستقبل. هذا ما اخاف منه. اتمنى ان لا يتم طالب التفعيل في المستقبل. وصراحة استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.